فيه وقت تاني اشتغل فيه زي ما انت عايز لكن احنا تملي عادتنا كده الموعيد والمقابلات ما تحلاش إلا في وقت ربنا كما عد يبتدي ستة لكن لا لازم نفوت على بعض ومعرفش نقضي ايه عشان نيجي سبعة ولا نيجي تمانية اذكر يوم السبت لتقدسه نرجع على عشاية 56 طوبة للإنسان الذي يعمل السبت ولابن الإنسان الذي يتمسك به لألا ينجسه طوبة للإنسان حتى لو كان خصي للو السمرة أعطيه اسما أبديا لا ينقطع حتى لو كان غريب أفرحه في بيت صلاتي إذن الراحة بتاعة يوم ربنا مش هي الانتناع عن بعض الأعمال البشرية لكن الراحة هي أن انت تقعد ترتاح في ربنا ويرتاح ربنا فيه خلال توبة من خلال خدمة من خلال فعل خير تريح فيه ربنا جواك وانت تستريح وتريح اللي حواليك يوم الرب أذكره لتقدسه خطير جدا يوم السبت لو الإنسان قدر يدرك سر الراحة اللي ربنا عايز يدهاله ده ربنا لما كان بيعاتب الشعب الإسرائيلي يقول أعطيتهم ثبوتي يعني السبت ده إيه؟ عطية عطية ربنا ادها للإنسان لكن الإنسان كلبش نفسه بالسبت السبت جويلة لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت الممارسات والشكليات دي جويلت من أجلك مش أنت تعملت من أجلها روى ونحول حياتنا لشكليات وممارسات زي ما عملها اليهود تدي بعد كده في الوصية الخمسة اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يوطيك الرب إلهك زي ما قولت الرسول تتكلم عن الوصية دي وقال اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بإيه؟ بوعد اللي ليها مكفأة أو ليها نتيجة يمكن ما ذكرش مكفأة أو نتائج للوصية التانية لكن دي الوصية اللي ربنا ذكر لها مكفأة ولو تلاحظوا أن الوصية دي تحطط قبل إيه؟ لا تقتل لا تزني لا تصرق لا تشهد بالزور لا تشتهي مال إيه؟ لقريبك يعني فنظر ربنا أن إكرام الأب والأم عدم إكرامهم أخطر من اللي قتل وأخطر من اللي زنى وأخطر من اللي سرق لكن برضا اكتعالوا نشوفوا إزاي الإنسان يعني إيه معنى إكرام الأب والأم؟ ومين هم الأب والأم؟ اليهود ما تهموش الوصية دهية فهموها أيضا شكلية وعملوا عمل عجيب أوي فيها آه كل واحد لازم يطوع أبوه أمه ولازم يكرمه وشدده جدا وكان ممكن من حق الأب أنه يقتل ابنه لو ابنه ده خرج عن طور تشدده في شكلية الوصية بشكل فضيع لكن رهوا عمل وعملة المسيح زائل منها جدا لو طلعنا إنجيل متى إسحاح 15 نلاقيها إنجيل متى إسحاح 15 صفحة 27 في العهد الجديد عدد واحد حينئذ جاء لأسوة كتب وفرسيون الذين من أرشالين قائلين لماذا يتعدى تلاميذ التقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا فأجاب وقال لهم وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب التقليد جم بخلول الصحوار إحنا عندنا تقليد بيقول قبل ما تاكل لازم إيه تخسر إيديك كنوع من الصهارة هلهم يعني أنا كسرت التقليد طب خذوا أنتوا بقى شوفوا عملته بتقليدكم أنتوا كسرتوا لإيه الوصية طب أني وصية يا كسرناها فإن الله أوصى قائلا اكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا وأما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربانا هو الذي تنتفى به مني فلا يكرم أباه أو أمه فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم إيه معنى الكلام ده بقى يعني هم طلعوا كده لأن الوصية واضحة أو يكرم أباك أمك ولازم تطاوع ولازم تكرم فقالوا طب عشان نخلص من المطب بدأ نعمل تقليد التقليد إيه هو إن لو أحد ذهق من أبوه وأمه لما يكبره يروح يدفع في الهيكل فلوس ويقول الفلوس دي قربان بدل خدمتي لأبوي أو إيه وأمي خلاص ويرمي يعني شايفين إزاي هربوا منها تحط فلوس في الهيكل تهرب من أبوك وأمك فهو قال لهم أنتوا بتعملوا كده قد أبطلتم خدوا بقوا إن فيه ناس بتايش بنفس هذا المفهوم دلوقتي أبوه أمه كبر وخلاص ذهق منهم مش قادر يتحمل خدمتهم ومطالبهم ومشاكلهم ارمي شوية فلوس في دار مسنين ويسيبهم يهو عايشين وممكن يحطوا في دار مسنين غالية جدا لكن يقولوا مش دي لأنا محتاجها أنا محتاج محبتك محتاج عطفك محتاج سؤالك محتاج إكرامك لكن هو دفع ويمكن دفع كتير أبطلتم الوصية بالتفليد إيه معنى إن أنا أكرم أبوي وأمي لما نقرأ كده في سفر الأمثال يقول الإبن الحكيم يسر أباه والإبن الجاهل حزن لأمه الإنسان الناجح في حياته وبيفرح أبوه أمه بدل ما أبوه يحط راسه ويقول الإبني فشل ومش نافع ده إكرام للأب والأم إن الإنسان ينجح يقدي عمله إن الإنسان يبقى عنده عرفان بالجميل مقدر اللي عمله أبوه أمه من أجله قد إيه هم تعبوا في تربيته قد إيه هم استملوا مشاقات كتيرة وألأ وخطورات وتكلفة وبعدين ييجي الإبن ويقول ما هو كان واجب عليهم أفروض عليهم أو واحد تاني يقول صحيح يعني هم ربوني صغير لكن دلوقتي مكفرين سيئاتي يعني طلعين عناية أو إنسان تاني يفقد العرفان بالجميل يقول أسل عمري ما لقيت منهم محبة أو عصف نغما لموجودة آه حتى لو ما لقيتش منهم هم ما شألوك وانت صغير مفروض تشيلهم وانت كبير حتى لو كانت تصرفاتهم مؤلمة ومتعبة تكرم أبوك وأمك بتقديم محبة حقيقية إن كان أول ناس بيخطبهم الطفل اللي أول ما يعرف يتكلم هو الأب والأم فيقدم الإنسان لهم محبة حقيقية العقد النفسية والخلفيات ده عمره محبني عمره مداني عمري ما شعرت بعطف عمري ما شعرت أنه وائف جنبي حتى لو كان هذا فإنت مطالب اكرم أباك وأمك حتى لو كانوا صعبين إكرام الأب والأم في احترام من زي ما يحصل إن الإنسان بيعلي صوته عليهم يمكن يشتمهم وممكن يضربهم ويبرر كل التصرفات دي أصدهم ما يستحقوش أصدهم ما عملوش حاجة لكن الاحترام نشوفه في نمازج حلوة الكتاب المقدس زي سليمان الملك لما جلس على الكرسي المملكة وجات أمه أم لها من على الكرسي إكرام الأب والأم في الطاعة روح الطاعة الحقيقية مش يعني الإنسان لما يقول طلب يفضل يلح يلح عليهم لحد ما يزهقوا منه يقولوا خلاص خد اللي انت عايزه أو روح باللي انت عايزه ويقولوا أنا ما خلفتش أمرهم لا طاعة حقيقية مش معنا كده إن فيه ضغط عليك منهم لكن طاعة حقيقية إن الإنسان يبقى عنده فعلا روح الاستنارة إنه يريح أبوه أمه ده فيه روح تفاهم مش إنسان حتى بيطوع وهو متدايق لكن يبقى فيه روح تفاهم بينه زي سيد المتيح لما يوسف النجار والعدرة ماريا قالوا انت كنت فين قالوا انتوا هلأت على مان اني كان ينبغي أن أكون فيما لأبي يعني وأنا مفروض أن أكون لأبي السماوي لكن يقول الكتابه رجع وكان خاضع عن إيه لهما فيه تفاهم ما فيش مضد أو اضطرار أو ضغط من الطرفين فيه سرعة في الطاعة من أجل الإكرام استنى الرهبان مش بس الأبوه الجسدية لكن الأبوه الروحية مسكوا أحد الآباء وقالوا له شماء انت بتحب الرهب الفلاني أكتر من التانين قال لهم عايزين ترافه ليه رحمي نادي على راهب فعني الرهب قاعد كده شوية فنقال له عايز ايه ورحمي نادي على واحد تاني قال له عايز ايه قال له اعمل الشيء فلان يعله حاضح وسكت رحمي نادي على الرهب اللي متغذين منه فرح جاي له بسرعة جدا قال لهم تعالوا شوفوا ده كان بيعمل ايه فرحوا لو كان بيكتب ولسه ما خلصت الكلمة مجرد ما سمع تلع يربي أبوه يكرمه ففيه فرق أي حد بيوصل لهذا المدى أو هذه الطاعة أو هذه الإكرام لكن برضك نفهم أن الطاعة فيه والديكم زي ما بقول السرسول في الرب في الرب أن حدود الطاعة دي تبقى من ربنا إذ ما كانش طاعة الوالدين دي تتطفق مع الله اللي قال إن كان أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أخا أكثر مني فلا يستحقني لأن المحبة لينا اللي بنقدمها للوالدين ينبغي أيضا أن تكون من خلال ربنا عشان كده زي ما قال أطيع والديكم في الرب بطل الأباء والأمهات والأمهات يقول الأباء لا تغيذوا أبناء يعني ما نيفرحوش الأباء يعني ليه ما صومش ويقدروا يوصلوا الحل لكن ساعات الأباء والأمهات يحبوا أولادهم محبة جسدية أو يديهم حب جزداني لكن ما يقدرش يديهم حب روحي أو أبي يقول للإبنه لو أنا حد يكلمني يسأل عليه يقول له أنا مش هنا يعلمه كده بينما هو موجود لشان كده فيه نوعيات بتوعى تقول يكرهوا أبوهم وأمهم أبوي ذا كدام أو حرامي كرهوا آه لأنه بيحاول أنه يدي له أوامر وطاعات بعيدة عن ربنا لا تغييزوا أولادكم لكن لما يبقى في البيت فيه روحانية ويعرف أن أبوه دا إنسان روحاني ليه مبادئ وليه أراء هو نفسه يتطبع بيها لكن لديه حجة ولديه حجة يعني لو الأولاد وحشين مش حجة للأباء والأمهات أنهم يغيزوا أولادهم وحتى لو الأباء والأمهات وحشين وما أدموش حب ورعاية مش حجة للأولاد أنهم يتزمروا على أباءهم مش حجة لكن دول يشيلوا هم صغيرين ودولوا يشيلوا هم أكبر اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لا تقتل إن كان الأسل دا أو الروح هي أصلا ملكة ربنا فالإنسان ملوش سلطان إنه يموت غيره كان عشان ما نطولش فيه أنواع كتيرة من الأسل تقدروا تفكروا فيها فيه واحد بيقتل الثاني باللسام لما بيتكلم عليه ويكتابه ويمم عليه دا نوع من الموت لما بتتريع على غيرك أنت بتهد شخصيته أنت بتحقر منه دا نوع من القتل لما تغضب دا نوع من القتل في قتل بالكلام غير القتل اللي بالجسل في قتل بالمسئولية لما بتهمل في مسئوليتك ونتيجة إهمالك الناس كتيرة بالضيع ويامة كل يوم كوارس لسبب الإهمال وبسبب اللام وبالاه يقول لك ما كانش قصدي دا ربنا اللي عمل كده في قتل بعدم المسئولية في قتل بالنية من قال يا أخيه أحمق ومن غضب على أخيه فهو إيه قاتل نفس عشان كده الوصية لها أبعاد كتيرة لا تقتل شوف بقى احنا بنقتل إيه ممكن بتقتل غيرك بالكلام أو بعدم المسئولية أو بالساعد عشان ما حادش يقول إحنا مش قتلين يعني ممكن بتقتل ربنا بتقتل الكلمة بتاعته وتخنقها عارفين المثل اللي قاله بتاع الأرض الجيدة لكن تلع معها إيه شوف خنق الكلمة خنق المتيح موته ممكن بتقتل نفسك كل خطية الإنسان بيفعلها بيقتل إيه نفسه عشان كده ما حدش يقول إحنا مناش دعوة بالوصية دي لو تقتل الحمد لله لا احنا بنقتل وبنقتل كتير بنقتل كتير قوي لما بتحترمش غيركم في الضروش بتدوس عليه عشان تطلع إنت عليه وتاخد اللي إنت عايزه أكل أكل لا تزني وما فيش خطية أتعابة الإنسان قد خطية الزنة يعني دي الحاجة اللي تملي بيحتاجها أو يعني كل البلاوي جاية من وراها ليه الإنسان بيزني موضوع كبير فراغ العاطف اللي موجود ومش لاقي حد يشبعه عدم ضبط النفس والتسيب النظرة الخاطئة لكذا المسيح جابها من جوة ما النظرة فتتزنة لا تسرق كل ما مش حرمية الحمد لله لكن أوقات كتير الإنسان بيسرق حاجات كده يعني مش بينها لما بتسرق وقت الله ولما بتسرق وقت غيرك ولما تسرق أفطار غيرك ولما تاخد حاجة غيرك واصليك ثلاثتها منه بس استعرتها على طول حاجات صغيرة لكن بتبقى جبيرة لما تسرق مشاعر غيرك تسرق حق غيرك الإخوات يفضلوا يتخلقوا على الميراث ورغم أن الحق يبقى واضح لكن كل واحد يقعد يعمل شوية ألعيب عشان ياخد أكتر سرقة إنسان بيعيشها بأشكال مختلفة ما هماش الحرامية اللي بيتحطوا في السجن دول الظاهرين لكن في أوقات كتيرة جدا الإنسان بيسرق حاجات كتيرة يسرق ربنا يسرق غيره وممكن يسرق نفسه لكن بورس الرسول في رسالة قافة وسيقول كده لا يسرق الصارق فيما بعد بل بالحري يتعب في عمل يديه لكي يعطي من ليس إيه له ده البعض الآخر أو العهد الجديد مش بقى السواصية ما تعملش كده لكن أعمل أكتر من كده لا تشهد بالزور على قريبك يوم ما بنقعد ندين غيرنا ونتكلم على غيرنا شهادة زور وإحنا لا عارفين حاجة ولا شايفين حاجة لكن كل واحد عامل نفسه نفاهن يعني وخبير أوه ده هو بيعمل كده عشان كده شهادة زور كده سواء المت أو الزم ديها أبعاد كتيرة لكن الإنسان يوقع دي يفكر يا ترى ما بعمل كده ولا لا لا تشتهي بيت قريبك لا تشتهي إمرأة قريبك ولا عبده ولا آمته ولا صوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك كل اللي فده كوم وراح في آخر وصية دي جاب سبب كل البلاوي هو أنت بتقتل ليه تشتهي بتزني ليه تشتهي بتسرق ليه تشتهي راح جاب أصل الخطايا كلها في آخر واحدة لا تشتهي ودي مصيبة الإنسان إن كانت كل الخطايا اللي قبل كده خطايا عملية الإنسان بيعملها بأديه لكن دي خطايا إيه فكرية وهي أساس كل الخطايا أي خطايا الإنسان بيعملها هي نتيجة الشهوة يقول كده يعقوب الشهوة إذا حبلت تلب خطيئة والخطيئة إذا كملت تنتج موتا الشهوة إذا حبلت تلب خطيئة والخطيئة إذا كملت تنتج إيه موتا صراحة تطلوم آخر وصية الوصية العاشرة دي بقى جامعة الكل أصل الخطايا لكن إيه الفرق عشان نبقى واضحين بين الإعجاب والشهوة هو معنى كده يعني عمشي حاصة عناية في الأرض حتى يعني ما شوفش حاجة جميلة أشتهيها أو أفرح بيها مثلا يعني الواحد يعمل إيه يعمل وهو الإنسان كله إيه رغبات زي ما بيقولوا إن الإنسان بير من الرغبات إيه الحد أو الفرق بين الشهوة وبين الإعجاب إيه الخط الفاصل وهو خط رؤيق جدا عصلا مش معنى كده طب يعني إذا كان ربنا مش عايزنا نشتهي شيء أو ما ننفرحش بشيء إيه الفرق بين الإعجاب وبين الشهوة بين يقدر يقول بالضبط كده واحد أو واحدة تشوف واحد أو واحد يشوف واحدة فرحان قوي شكلها حلو وأخلاقها كويسة وشكله حلو وأخلاقه كويس وبعدين يعجب جدا 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 بيه بعدين يشتهي يشتهي يعني إيه عايز يتملكوا هذا الشخص بإيه لي بتاعي ياخدوا كده شهوة دي الشهوة اللي فيها الملكية فالشهوة تتملكت وتبقى أنت عبد ليها لكي تتملكها يعني هي تتملكك تسيطر عليك علشان أنت تطلبها وتاخدها حتى لو بغلط فلان أعجب بشيء آه يبقى دالية بتاعي أنا الإعجاب يتحول إلى شهوة واحد أعجب بوحدة وتملكت عليه آه لو حد تاني يكلمها يا دي المصيبة لأن الحاجة دي إيه بتاعتي بقت بتاعتي أنا زي الطفل شهوة فيها تملك تتملكتك لكي تتملكها لكن لو واحد معجب بشيء أو بشخص مش هي اللي عايزها كده لكن أنا معجبت بشخص فيه صفة جميلة حاول أخذ الصفة الجميلة دي أعيشها طبقها فيها مش أدخل حاجة أقول لا ده يبقى بتاعي أنا فالبتاعك إنت هتعمل بي إيه يقام إحنا بنعيش هذا الفكر فكر الشهوة بصور مختلفة يعني يروحوا يبركوا العريس أو يروحوا يبركوا العروسة كلهم فرحانين يعني هم زقطتين وكل واحد من جوا ابن الايه خد حتة واحدة ولا بنت الايه خدت واحد شهوة تملك بنمثل على بعض يعني هو فيه ايه كان يتحق عشان ياخد كده تخش الحسد والغيرة تولد بقى شهوة أم الخطايا أعساس الخطايا تولد كل الحاجات تولد كل الحاجات بعد كده عشان كده كانت الوصيل عشرة خاتمة ما تشتهيش طب اعمل ايه اذا كان الانسان كله شهوات الانسان مليان شهوات ومليان رغبات ومليان دوافع يعمل ايه ماهو لو عاش كده مش هياخد حاجة هيفضل جعان فيه فراغ يعمل ايه عشان الانسان ما يحسش باحتياج دائم وعشان الانسان ما يحسس انه تحت سلطان الشهوة فيه ربنا اسمه كده يشبه احتياجاتك يعطيك الرب حسب قلبك ان الانسان اللي يضبط نفسه وما يسبش نفسه ربنا كفيل بانه يديله يشبعه يسد احتياجاته بدل ما الزناء دي خطيئة اسقطت ناس كتيرة وبدل ما الشهوة دي هي اساس كل الخطايا انسان يعرف ياخد من ربنا ليه احتياجات عاطفية ليه احتياجات جسدية ليه احتياجات روحية ليه احتياجات نفسية انسان يعرف ياخد من ربنا وجهاده ازاي تاخد من ربنا وتتملي من ربنا وتشبع بربنا ده الانسان اللي يقدر ان ينفذ الوصايا ويعيش في الوصايا عشر وصايا لكن مرتبطين ببعضيهم ببعض لو عيشت واحدة حتبص تلاقي نفسك بتعيش كل الوصايا بس لو عيشتها صح لو تفتكروا رفقة لما راح يجيبها لعزر الدمشق كان مع عشر جمال والعشر جمال دول رمز للعشر وصايا رجبة جمال واحد كان كفيل بان هو ايه يوصلها لانه يمشي مع العشر ايه جمال دول العشر وصايا الاولانيين لكن بعد كده في الشريعة ربنا فصصهم الى ستمية واربعة وصية لما هناخد كل وصية من الوصايا دي ليها وصية تحتها فرعية عن السرقة والزنة والقتل واكرام الاب والام ويوم الساب ستمية واربعة وصية منهم تلتمية ستة وخمسين نهر ما تعملش ومتين تمانية واربعين امر اعمل تلتمية ستة وخمسين نهر ومتين تمانية واربعين امر يبقى مجموعة الوصية كلها ستمية واربعة وكان الإنسان الفريسي يراجع نفسه كل يوم على الستمية وإيه واربعة وده اللي كان بيخلي بولس يشد في شعر ويقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا موت لكن لما جه ويتعرف على نعمة ربنا قدر يتغير الأسوأ اللي كانت فيه نتيجة الصراع اللي جواه ستمية واربعة وصية بيراجع كل يوم نفسه عليها كفريسي قدر يتغير لعمل النعمة ودوق النعمة ده اللي نمتدي نتكلم عنه عن عمل النعمة في الوصاية أسبوع الجاي قريبك يعني اللي جنبك أي إنسان قريبك أي إنسان لأن أي إنسان هو قريبك ارجع في القص أن أي مخلوق هو إيه أخوك لأنك من أب وأم إيه واحد فأي إنسان هو إيه أخوك والخلاف اللي حصل في الأول كان بين قيين وإيه وهذين اللي كانوا إخوات رجعك للقص أي أنت ما دي قلناها المرة اللي فاتت أي كل نفس تموت بإيه بخطيطه لا ما دي معناها المرة اللي فاتت إن ربنا بيطول باله حتى الجيل الثالث والإيه والرابع لو أصروا إنهم يكملوا نفس خطيتهم يبتدي عاطم دي مش بتورينا ظلم ربنا دي بالعكس بتورينا طول أنات مين ربنا إنه بيطول باله لحد الجيل الثالث والإيه والرابع سؤال الثاني حكاية المشيئة والسماح حكاية المشيئة والسماح إزاي ربنا ما تبقاش مشيئته لكن بإسمه رجعوا وقروا قصة إيلية مع نبوت اليزرعيلي وأخاب الملك إزاي أخاب الملك ده موت موت نبوت اليزرعيلي بإسم الرب بمشيئة ربنا تكلم بإسم ربنا إيه باطل وبعدين ورث وربنا سبح إن نبوت يموت لكن ما كانتش مشيئة ربنا إن إيه نبوت يموت لكن ربنا سمحه وقال له انت تكلمت بإسمي إيه باطلا ساعة الإنسان يبعيز حاجة بيقعد يخطط لها ويرسم لها ويحط على الآخر يفطى كده دبا سمح من مين أو هي دي مشيئة ربنا لا ده ربنا سمح معلش انت خططت ورثمت قتلت وورثت لكن ربنا سمح مش دي مشيئته حتى في الارتباط مهشيوعيين ملحدين واتنين بيحبوا بعض وبيعيشوا حياة ناجحة ما تقولش دي مشيئة ربنا لأن أصلا ربنا مش موجود لكن دي ربنا سمح فدي الفرق بين المشيئة والسمح فدي حد يقول حاجة تاني القتل القتل بتعتبروا الكنيسة في الحروب من أجل الدفاع عن النفس شيء مشروع وتنفيذ القوانين الحكومية شيء مشروع لكن انت ما تاخدش تارك بايه بييدك ما تقتلش وده البعد الجديد اللي حنتكلم عنه عن عمل النعمة في الوصية العهد الجديد في زمان يقول لهم تعملوا كده اللي بيتسرع تقطاعه ديه واللي ما عرفش يعمل ايه تعمل ايه يدخن ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم انت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لألا نموت فقال موسى للشعب لا تخافوا لان الله انما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته امام وجوهكم حتى لا تخطئوا فوقف الشعب من بعيد واما موسى فاقترب الى الضباب حيث كان الله فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل انتم رأيتم انني من السماء تكلمت معكم لا تصنعوا معي اله الفضة ولا تصنعوا لكم اله الذهب مزبحا من طراب تصنع لي وتزبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك في كل الاماكن التي فيها اصنع لاثمي ذكرا اتي اليك واباركك وان صنعت لي مزبحا من حجارة فلا تبني منها منحوتة اذ رفعت عليها اذمي لك تدنسها ولا تصعد بدرج الى مزبحي كي لا تنكشف عورتك عليه وهذه الاحكام التي تضع امامهم اذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفي السنة السابعة يخرج خرا مجانا ان دخل وحده فوحده يخرج ان كان بعد امرأة تخرج امرأته معه ان اعطاه سيده امرأة وولدت له بنين او بنات فالمرأة واولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده ولكن ان قال العبد احب سيدي وامرأتي واولادي لا اخرج خرا يقدم سيده الى الله ويقربه الى الباب او الى القائمة ويفقد سيده اذنه بالمزقب فيخدمه الى الابد واذبع رجل ابنته اما لا تخرج كما يخرج العبيد ان قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك وليس له سلطان ان يبيعها لقوم اجانب لغدره بها وان خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها ان اتخذ لنفسه اخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعشرتها وان لم يفعل لها هذه السلاسة تخرج مجانا بلا ثمن من ضرب انسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذي لم يتعمد بل اوقع الله في يده فانا اجعل لك مكانا يهرب اليه واذبغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مسبحي تأخذه للموت مجدا للثالوس الاخدر كنا انهينا المرة اللي فاتت الوصايا العشرة وشفنا ان معاد استلام الوصايا العشرة كان في يوم الخمسين من تاريخ ذبح خروف الفصح اللي هو بيعاد اليوم حلول الروح القدس على الكنيسة الاولانية في نفس اليوم اللي كان متجمع فيه كل اليهود من كل اقطار العالم في ارشالين وشفنا الديكالوجوس اللي هم العشر كلمات اللي ربنا نطقهم وقررتهم الملائكة الوضع اللي كان بيقول عليه بولس الرسول واستفانوس ان انتوا اخذتوا من نموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه وشفنا التطبيق العملي لكل وصية ازاي الانسان يقدر يعيش الوصية وينفذها لكن الوصايا العشرة دول ما كانوش بس هم العشر وصايا اللي موجودين في العهد القديم لكن لما هنبتدي من خروج واحد وعشرين نشوف ان ربنا بيبتدي يفصص كل وصية بتفاصيل اكتر يعني وصية لا تقتل ان كانت كلمتين لكن ربنا اتكلم فيها كتير عن ظروف القتل والاشخاص اللي بتقتل والاشخاص اللي بتتقتل وانظام المعاملة يكون ازاي فكل وصية من الوصية دي رجع بعد كده ربنا اتكلم عنها بتفصيل كتير عشان كده على حسب نموس اللي ضم كل وصية العهد القديم في سفر التسنية ان في ستمية واربعة وصية ما هماش عشرة بس لكن في تفاصيلهم يوصلوا ستمية واربعة وصية منهم تلتمية ستة وخمسين نهش يعني ما تعملش كذا وامتين تمانية واربعين امر تعمل كذا وكذا وكذا وكان الانسان الفريسي مطالب بان هو يحفظ الستمية واربعة وصية ويراجع نفسه عليهم كل يوم يحفظوا سفر التسنية كده وفيها الستمية واربعة وصية دول واحد زي بولت الرسول لما كان فريسي ابن فريسي يحفظ الوطايا داية وكان كل يوم يجي راجع نفسه عليها ولدت جواه عنف نتيجة الصراع فكان في الاول شفناه في منظره للطهد والكنيسة انه بيجر رجال ونساء ويسوقهم للسجن دا كان نتيجة احساس الصراع اللي موجود جواه انه مش قادر حاسس ان الوصية تقيلة وهو مطالب من اجل امنته ان هو يراجع نفسه على الوطايا داية لكن بعد ما تقابل مع المسيح كان اكثر واحد يتكلم عن عمل النعمة هو بولت الرسول بدرجة كده يقول له اشهد ببشارة نعمة الله ازاي ان نعمة ربنا بتقدر تخلي الانسان يعيش الوطايا داية لشان كده واحد زي يوحنا بردك لما يرجع نفسه يقول وصياه ليست ثقيلة علينا بقيتش تقيلة لان في حاجة اسمها عمل النعمة هو اللي يقدر او عمل النعمة دا اللي يخلي الانسان يقدر ينفذ الوصية ويعيش الوصية بارتياح ما هيش كده يعني يجي يقول له لا تشتهي ما تشتهيش اخر وصية من الوصية العشرة اللي هي تبق كل الغلط او كل الاخطاء او كل الوصية التانية مبنية عليها لكن الانسان وجد نفسه جواه شهوة هيعمل قدامها ايه جواه شهوة وفي نفس الوقت ربنا بيقول له ما تشتهيش فالتصرف الخاطئ اللي كان بيعمله انه يكبت يكبت جواه وكت وراكت وراكت كان بيقدي الى انفجار فما كانش الانسان مستريح قدامه غلط والغلط دا لذيذ وهو حاسس بميل نحيته وفي نفس الوقت قدامه وصية بتمنعه وتحرمه من الغلط دا هوة فعشان يقدر يوفق بين الاثنين كان بيكبت في نفسه لكن بيكبت من غير ما بيعرف يتصرف ازاي صح كانت الوصية بدل ما بتريحه بتتعبه اكتر لانه معرفش ازاي يعيش الوصية معرفش ازاي استمد نعمة من الله تقدر تديله قوة انه هو يعيش الوصية صح مش بكبت او بحرمان لكن بقدرة ان هو يمشي صح عشان كده حصل موقفين بعد ما ربنا ادى الوصية للانسان الانسان يستعجب منهم قوي يقول وكان جميع الشعب يارون الرعون والبروق وصوت البوق والجبل يدخن فلما لقوا المنظر ده المخيف قالوا للموسى ايه مش عايزين ربنا يكلمنا مش عايزين ربنا يكلمنا لألا نموت لو ربنا تكلم معانا حنموت لان الانسان سمع كلام وهو عارف انه مش هيقدر عليه والمنظر مخيف ومرعب جدا فقالوا له لا ربنا ما يكلمناش فكان رد موسى ايه وقال لموسى تكلم انت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لألا نموت فقال موسى للشعب لا تخافوا لان الله انما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته امام جوهكم حتى لا تخطئوا حد لاحظ فرق في الكلام الشعب لما شاهد المنظر ده حصل ايه رعب خوف عجزه قدام الوصية فموسى رحم بدل الكلام وقال لهم لا ايه لا تخافوا ما تجزعوش ما ترتعبوش لكن شال كلمة الخوف وحط كلمة تانية مكانها قال لهم ربنا ظهر لكم بالمنظر ده مش عشان بعبع يخوفكم ويخليكم تكشوا لكن من اجل بدل الخوف يحط ايه مخافة ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة قال لهم لو وصلتوا للمخافة دي يحصل ايه ما تغلطوش لا تخطئوا ايه الفرق بين الخوف وبين المخافة الخوف رعب وارتعاد وجزع الوقار والهبة نتيجة ايه حب المخافة نتيجة حب انا جوايا مخافة ربنا عشان كده بحرس على وجود ربنا في حياتي لاني بحبه بينما الخوف الرعب والجزع ربنا هيعمل فيك وحيعمل فيك وحيعمل فيك حديكم نار ويشويكو يخلي الانسان يجزع من الله لكن المخافة نتيجة الحب انا عشان بحب ربنا بحرس على وجوده في حياتي باستمرار عشان بحب ربنا مش عايز اعمل اي حاجة تضيع هذا الوجود او الالاقة اللي بيني وبينه فلما يبقى عندي مخافة الله وحرس على وجود ربنا مغلطش لكن الخوف نتيجة الجزع والرعب ما يقدروش يمنعه الانسان من الخطيئة الانسان اللي بيروح يسرق بيبقى عارف كويس عواقب السرقة لكن مع هذا بيسرق الانسان اللي بيزني بيبقى عارف وخايف ويخاف لا يتفضح ويقعد يأمن نفسه في كل خطيئة بيعملها علشان محدش يكتشفه لكن امام اللذة الخوف ما بيقدرش يقف قدام اللذة الخوف ما يقدرش يقف قدام لذة الخطيئة لذة الخطيئة بتغلبه عشان كده الخوف ما يقدرش يقف هي اللي تخلينا نغلط هي اللي تمنعنا من ان احنا نغلط الشعب ارتعد وخاف من المنظر قال لهم لا لا تخافوا ربنا مش بيخوفكم يقعد يقولوا كده يعني علشان الواحد ما يغلطش يقعد في تكر الموت والدينونة والعقاب ونرجو هنم ويه ويه ويقعد يفتكر الانسان الكلام ده وبعدين يجي قدام الخطيئة ولذة الخطيئة وينفل يقع طب وفين الخوف من الموت وفين فو يقول لك يا سيدي حيني النهار ده وايه موتني ايه بكرة عمر مكان الخوف يمنع الانسان من انه يغلط لكن المخافة هي اللي تقدر تمنع الانسان من انه يغلط مخافة نتيجة حب ونتيجة حرص من الانسان على وجود الله هو لده اللي يقدر يمنع الانسان عشان كده لما يحنى الرسول يقول المولود من الله لا يغلطش ما يغلطش ليه لانه حاسس انه مولود من الله حاسس بحب الله ليه حاسس ان الله ده ابوه ما يغلطش لكن اللي حاسس ان الله ده سيد ومسيك له قرباك هيفضل يغلط باستمرار فاول حاجة موسى كده حددها وقال لا ما تخافوش ربنا ده مش مرعب وهو بيعمل الحاجات دي عشان يخوفكو لكن علشان تتولد مخافة بواكم ولما توصلوا للمخافة ده هي ما تغلطوش فوقف الشعب من بعيد واما موسى فاقترب الى الضباب حيث كان الله دخل جوه الضباب ويورينا اله العهد الادين الضباب حيث الاحتجاب مش واضح مش ظاهر منظر عجيب جدا ما بين استلام العشر كلمات او العشر وصايا في العهد القديم وبين ربنا اللي بيكتب الوصايا على الواح حجرية ويمكن لما جاء واحد يحب يمثل هذا المنظر في فيلم الوصايا العشرة بيصوروا كده ان كورة من النار تطلع وتروح راشقة في اللوح الحجر وايه وتنقش وبين منظر الكنيسة في يوم الخمسين لما ايضا حل الروح القدس بنار لكن ما نقش الكلمات على الوحم الحجر نقشها فين على القلوب منظر مختلف بين الله المحتجب في العهد الادين حيث الضباب وبين عمل الروح القدس وعمل النعمة في العهد الجديد وهي بتنقش الوصايا جوه زي ما ارمية تنبأ يقول تاتي ايام في العهد الجديد وفيها يكتبها على قلوبهم واجعلها في ازهانهم لما الروح القدس ينقش عشان كده لما بولس الرسول حس بان الروح القدس انسكب على الكنيسة في العهد الجديد بنعمتها يقول كده لان محبة الله انسكبت على قلوبنا بالروح القدس الايه المعطى لنا محبة الله مش الخوف والارتعاد بتاع العهد القديم لكن في حلول الروح القدس كان انسكاب محبة لما واحد بيحب واحد ويحب يعبره عن مدى هذا الحب يقوله ده انا اديك روحي اقصى ما املك او اغلى ما املك اديك روحي ربنا نطاقها لنا لما احبنا للغاية جدا قال لنا انا اديك روحي عشان كده سكب الروح تعلامت ايه حب ده اول موقف بعد ما تسلم الوصايا ما تخليش الخوف جواك لكن ضع المخافة فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل انتم رأيتم انني من السماء تكلمت معكم لا تصنعوا معي الهة الفضة ولا تصنعوا لكم الهة الزهد فكريين لما كنا نتكلم عن عبادة الاسمام او الوسانية وقالنا زي الانسان ابتدى يخترع الاله ويعمل تمثيل ويحط نموذج ورموز فاول حاجة ربنا قال لهم انا كلمتكم منين من السماء انا اختلف عن بقية الالهة اللي فين في ذهنكم انا كلمتكم من السماء انتم بتظنوا ان اللاهوت شبيه بالفضة او بالدهب وكانوا اليهود يحبوا جدا الفضة والدهب فالربنا قال لهم لا انا مش من فضة ومن دهب انا كلمتكم منين من السماء اوه تظنوا ان اللاهوت محدود او ان اللاهوت ممكن يحل الفضة وايه ودهب فدهم الدرس ان الاله بتاعهم اله غير محدود اله روحاني روح الله روح ما يتحدش في منظر او في شك او في رموز معينة لكن هو روح واللوم انا كلمتكم من السماء ما تقدرش توصلولي ما تقدرش تعمل اله على مزاجك وفي الوقت المعين تطلعه وتحطه قدامك مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك وفي كل الاماكن التي فيها اصنع لاسمي ذكرا اتي اليك واباركك وان صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنع منها منحوتة اذ رفعت عليها اذني لك تدنسها ولا تصعد بدرج الى مزبحي كي لا تنكشف عورتك عليه وبعد ما كلمهم عن الوصايا كلمهم عن ايه العبادة المسبح اللي يتعامل واللوم المسبح ده يتعامل منين من ايه المادة من تراب وانفطرت تعملوا من حجارة ها ما ترفعش ازميل على الايه على الحجارة والدق فيها تعملوا بحجارة كده زي ما هو وبعدين ما تعملوش ايه تاني ما تعملوش درج درج يعني ايه سلم لقلا تنكشف عورتك ثلاث مواقف والاخير ده اغرب واحد فيهم عايز تعمل مذبح تعملوا من تراب عايز تعملوا من حجارة ما تشكلوش انت بازميلة بحجارة كده جاهزة تعملوا وبعدين تالت حاجة ما تعملوش سلم تطلع عليه عشان ما تنصدحش وتتعرق قدامه طب ليه يا رب انت اخترت مذبح من تراب ليه طب ما نعمل لك مذبح من دهب ولا مذبح من فضة ولا مذبح من رخام فضة عشان بردك ما يعبدوش المذبح نفسه لما يشكلوه بدهب او فضة ويعملوله صورة جميلة كويس عشان ما ينشغلوش بالشكل والبنى من غير ما يكونوا فيه عبادة جوهرية من ايه من جوة من القلب كويس مش عايزة كلفك ايه حاجة مش عايزة كلفك حاجة مش عايزة دفعك تمام حاجة انا عايز القلب اللي يقدر يعبدني طب يعبدك بايه من المادة اللي انت تخلقت منها يا ادم انت تراب وإلى التراب ايه تعود انت تراب وإلى التراب تعود مش عايزة تعبدني بامكانيات من براك تعبدني باللي عندك بالمادة بتاعتك باللي فيك انت تكويلك تراب تعبدني بهذا التكوين انا ما بطلبكش بامكانيات جبارة ما بطلبكش بحاجات خارج منك لكن بطلبك باللي فيك اوه وتفتكروا ان ربنا طالب مننا طلبات كتيرة او حاجات تفوق امكانياتنا لعكس ربنا طالب تراب صنعك منه ربنا طلبك بامكانياتك الضعيفة ما كلفتش بحاجة غالية عشان كده اللي يقدر يفهم الحتة دي يقدر يعبد ربنا بقوة بقوة الامكانيات البسيطة اللي موجودة فيه بنوعز بصين لنماذج عالية اه فلان كان بيصوم ثلاث اسابيع فلان كان معرفش بيعمل ايه بيصلي ايه وبيعمل ايه ويقف طول الليل وبعدين يحط الانسان قدامه نماذج عالية 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 وبعدين يجي يعيش ما يلاقيش حاجة مين قلف كده ده ربنا عايز التراب عايز امكانياتك اللي فيك مذبح والمذبح ده كانت تقدم عليه زبائح من نوعين اما زبائح تكفير عن الخطايا واما زبائح شكر ربنا ده اللي طلبه منك ربنا في مذبحك او في عبادتك تقدم زبائح توبة وتقدم زبائح شكر ليه ربنا مش بطلبك بعمل معجزات او باعمال خارقة للطبيعة لكن ربنا اللي عايزه منك تقدم زبائح توبة وزبائح شكر ما قالكش عايز الاف من الفضة والاف من الدهب لكن ربنا قالك بامكانياتك البسيطة بالطراب بتاعك ده اللي انا عايزه عشان كده اول حاجة ربنا اتفق معاهم تعمل مذبح تعمله من طراب تعمل مذبح اعمله من طراب ارخص حاجة بس الطراب ده هو المادة اللي انت تكونت منها اعبدني بامكانياتك قدم لي زبائح توبة قدم لي ازبائح شكر قال له وين حبيت تعمل مذبح من حجارة ما ترفعش ازميلك عليها فلا تبنه منها منحوتة ما تعدش تشكلها بأيديك لانك لو رفعت ازميلك عليها تعمل فيها ايه تدنسها ايه المعنى ده طب ليه يا رب يعني انت ما هو يقد يتفنن ويدقلك في الحجر ويشكلهولك ويطلع لك منظر جميل انت تكره ان يطلع لك مسبح شكله حلو قال له لا مش عايز حجارة مرفوعة عليها ازميل معناه ايه الكلام ده مين اللي يقدر يلقط المعنى عشان الانسان ما يعملش اله يشكله على هواه او على مذاجه كويت الازميل ده يمثل ايه يمثل ايه في حياة الانسان عمل اليدين او البر الذاتي لا اتعبدني زي ما انا عايز مش زي ما انت ايه عايز مش باعمال انت تخترعها وانه واميس انت تحطها وتقوس انت تبنيها ما ترفعش ازميلك عليها عشان ما تنجسهاش لكن هي دي مشكلة الانسان كل يوم بيرفع الازميل ويعبد ربنا على ايه على مذاجه او باعمال البر الذاتي يصرخ اشياء كده يقول كل اعمال البر اللي عملناها كخرقة ناجسة كل اعمال البر الذاتي كخرقة ناجسة ثالث حاجة يقول له لما تعمل المسبح ما تعملوش ايه سلم لقال لا تصعد على السلم فتنكشف عورتك حاجة غريبة يعني ليه ربنا بيقول الكلمة دي يعني ليه سلم ده رمز الايه صعود يعني علو يعني كبرياء ربنا بيقول له ما ناش عايز ايديك تتمد لا في طريقة البنى ولا في طريقة الايه الوصول الى المسبح لا في طريقة بنى المسبح ولا في طريقة الوصول الى المسبح السلالم دي كبرياء هتطلع على كبرياء هتتفضح تبان انك ايه عاري مفضوح وربنا مش عايز حد يبقى عاريان قدامه ليه وكان بيصر على الحتة دهية يعني واحد يقول يعني مصدر سخيف يعني لكن لا ربنا اصر ان هو يذكره ارجعه زي ما كنا بنتكلم عن عبادة الوسانيين ان ارتبطت عبادة الاصنان بالايه بالشهوة وبالعري عشان كده لما تروحوا تشوفوا كل الالهة التمثيل عاملينها اهلها ايه عريانة عاملينها اهلها عريانة فارتبطت العبادة في ذهنهم بالعري وربنا يقول لهم لا انا محبش عريان انسان عريان لما ادم وحوى حسوا ان هم عريانين ربنا عمل فيهم ايه لبسوا اصل العري ده نتيجة الايه الخطيئة وما حبش حد يقرب مني وهو عليه خطيته يتكفي وما يخدش اي امكانيات تساعد ان عرطه تنكشف او عريه ينكشف عشان كده لما تصنع المسبح ما تعمل له استلالم لان لا تتكبر والكبرداء ده يقودك الى العري زي ما ادم وحوى حب ان هم يتكبروا واخيران مثل الله عارفين كل شيء وعارفين الخير والشر فكانت النتيجة ان هم ايه اتعروا كانت النتيجة انكشف تعورتهم فعشان كده ربنا حذر الشعب من الاول لا انا اله يحب القداسة العادات اللي ارتبطت في ذهنكم من عبادة الاصنام من عري وشهوة وذنى ونجاسة بمش الطريق لي ما تقدروش تقربوا مني بهذا الطريق والعجيبة ان الحتتين اللي ربنا حذرهم منهم ما تعملوليش دهب ولا فضة وما تتعروش او الخطية وقع فيهم الشعب لما كان موسى على الجبل الحتتين دول مسكوا الدهب وعملوا منه ايه عجل وبعد ما عملوا العجل قاموا وتعروا وبعد ما اكلوا ايه شربوا وزنوا رجعوا لنفسه بقس ايبادة الايه الشعوب اللي حواليهم الوسانيين برغم ان دي كان اول تحذير من ربنا بعد ما اد الوصايا العشرة ما تعمليش دهب وفضة وما تتعراش قدامي لان ربنا عايز الانسان مكسو يشي الانسان ببره لان العري دي هو حالة الخطية او حالة الفضيحة ربنا عايز الانسان متغطي قدامه سطره بلبس النعمة او كثاه برداء البر عشان كده نبه وقال لا تداخل لأيدي بشرية في طريقة البناء او في طريق العبادة او في الوصول الى العبادة لو انت بتبنيها ولا انت بتصل اليها مش عايز تداخل عشان كده ده عمل النعمة بتاعت ربنا انا مش عايز منه غير مسبح من تراب بامكانياتك وبالمادة اللي انت خلقت منها وخلقت بيها ما بيطالباش بحاجات اكتر منك او اكتر من مستواك لكن طالب منك مسبح للتوبة ومسبح للشكر ده اللي ربنا طالبه منه طالب منه عمل معجزات ولا اعمال جبارة لكن طالب منه الحتتين دول عمل التوبة وعمل الشكر باستمرار المسبح اللي انت بتبنيه في حياتك لكن الانسان كل شوية كده يرفع الازميل بتاعه ويشكل ويحط بره الذاتي وقراءه الشخصية وتدخلاته واستحساناته البشرية ترجمة نانسي قنقر